السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم موضوعنا المصطلحات الرياضية وشلون نطبقها يعني بلغة السي بلس بلس نجي أول شي عندنا هذا الجدول هذا لازم نحفظه تمام لوق الاكس شلون نكتبها لوق الاكس نكتب بها الشكل بلغة السي بلس بلس طبعا يعني تمام نكتب لوق عشرة نفتح قوس نكتب اكس نسد القوس لوق الاكس يش تنكتب لن الاكس تنكتب بها الشكل لوق الاكس نجي ساين الاكس ساين الاكس شلون تنكتب تنكتب نفس ساين الاكس تمام اكس وس ان شلون تنكتب لاحظوا هاي هنا فقرتين مهمات ومنعدها نحسنت تشغله اكس وس ان يعني عدد نريد نرفعه الى اس الاساس نريد نرفعه الى اس شنكتب نكتب نكتب P O W اللي هي اصلها من باور تمام مرفوع القوة يعني باور نفتح قوس نحط فارز نسد القوس هنا رح يكون الاساس وهنا رح يكون الاس وهنا رح يكون الاس يعني هذا الاساس وهذا الاس إذن P O W X فارز N هذا قبل رح تفهم الحاسب انه هذا الاساس نجي جذر اكس جذر اكس نكتب بهالشكل S Q R T اللي هي جاية من سكوير مربع لين هو جذر تربيعي يعني ما ظنوا مكاتبين شي هنا عن جذر تربيعي لل اكس تمام زين اذا جذر تكعيبي اذا جذر يعني للقوة اربعة او خمسة او ستة شو رح نسوي رح نجمع بين هاية وبين هاية ونستنتج منها نجي احنا عدنا الجذر اكس شوية فراغ الجذر اكس رياضيا دا احتي حاليا هو شنو هو X أس نصف تمام تخذ لو بعدها X أس نصف زين جذر التكعيبي لل اكس شجد رياضيا X أس واحد على ثلاثة تمام اذا شو رح نسوي رح نجي اذا نريد الجذر التكعيبي لل اكس رح نريد الكتب بلغة السي برس برس شو رح تصير رح تصير P W O power X 1 على ثلاثة 1 تقسيم تقسيم ثلاثة تمام بهالشكل يصير أو انو تكتب تقسم 1 على ثلاثة شوش قدي يطلع لك يعني شي اسمه طلع يمكن 0.333 المهم أه تقسم تكتب 0.333 بس هو هاي الأطبط يعني X و جدر ال اكس و واحد على ثلاثة تمام نفس الشي هنا نكتب بي دب او دباليو اكس واحد تقسيم اربعة نجي عندنا هذا المثال نريد نطبقه هذا بالماثماتيك نريد نسوي بسي بلاس بلاس اكس بلاس اكس بلاس اش راح نسوي اول شي احنا لازم نعرف ال اف نقول له فلوت اف ليش فلوت لان هذا جاي جدر وقسمة وهيش و ممكن يطلع عدد عشري يعني مثلا هنا مثلا مثلا الاكس لو كانت هنا خمسة تمام احنا بكل الاحوار هنقول له سي ان للاكس اذا ما مطنعيها طبعا هنا الاكس ممكن تكون خمسة زين خمسة على اربعة رح يطلع واحد وربع يمكن زين اه يبقى الحالة احنا اش راح نسوي يبقى الحالة لازم نعرفه على انه فلوت يعني رقم عشري رقم عشري وهذا شارحي عشري نيجي فلوت اف بعدين نكتب اف تساوي لاحظوا يا ايا احنا عندنا جذر جذر شي تحاول سكوير اس كيو ار تي هذا كله هذا هذا كله نحطه داخل القوس اذا نفتح قوس نجي شنو عدنا؟ عدنا هنا هذا سايني الاكس زين هنا عدنا بسط ومقام اذا لازم نفتح قوس للبسط انا بدنا نقول له انه اللي بداخل هذا القوس هذا القوس هو راح يتقسم على اللي بداخل هذا القوس اذا نجي ساين ساين طبعا نفتح قوس لاخ ساين اكس ناقص بي او دباليو اكس وخمسة سايني الاكس نكتب نفسها ناقص اكس اص خمسة اللي هو باور اكس الاساس وفارزة الاكس نجي نسد القوس ما للبسط لاحظوا هذا القوس مالتنا شبير ما للجذر هذا القوس مال البسط راح نقول له تقسيم علامة التقسيم مالتنا نكتب احنا لوج الاكس ليش لان الاكس لان الاكس يصير لوج الاكس لوج الاكس هاي قوس لوج الاكس زائد اكس على اربعة تمام نجي نسد القوس هذا يا قوس القوس مالتنا جذر هذا هذا القوس وهذا القوس مالتنا جذر بعدين بكل بساطة سي اوت نطبع الاف طبعا هنا فارزة من القوطة نطبع الاف وشكرا شكرا شكرا